حضية أرض المملكة العربية السعودية بأهمية تاريخية وحضارية كبيرة كونها موطن للعديد من الحضارات التي قامت على أرضها أثرت وتأثرت بالحضارات المجاور لها فساهمت بشكل كبير في التطور الإنساني وتزداد أهمية هذه الأرض وقيمتها لعدة أبعاد منها البعد الجغرافي فأرض المملكة هي قلب العالم وكان لابد من القوافل التجارية التي تجوب العالم من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب من المرور عليها وزادت أهميتها أكثر على اعتبار أنها تضم أظهر البقاع في العالم بيت الله الحرام والذي تهوي إليه أفئدة الناس وزادت أهميته وقيمته عند المسلمين عندما أصبح قبلتهم فأصبحوا يتوجهون إلى هذه الديار حجا وتجارة عندما نتحدث عن الآثار الإسلامية على أرض المملكة العربية السعودية فإننا نقصد كل البقايا واللقاء الأثرية التي تعود إلى العصر الإسلامي وقد يتبادر إلى الذهن أن الآثار الإسلامية وجدت في غرب أرض المملكة العربية السعودية في مكة المكرمة والمدينة المنورة وهذا غير صحيح فلا نكاد نجد بقعة من أرض المملكة إلا ويوجد فيها دليل وأثر على الحراك الحضاري خلال فترة العصر الإسلامي لو بدأنا بغرب المملكة العربية السعودية لو وجدنا أن أحداث السيرة النبوية كلها انطلقت من مكة المكرمة والمدينة المنورة فالمعالم التاريخية التي شهدتها السيرة النبوية لا زالت قائمة حتى الآن غار ثور، غار حراء، الحديبية، الهشميسي حاليا إضافة إلى العديد من النقوش والكتابات التي تؤرخ لتلك الفترة المهمة وما تلاها من عصور وخاصة المسجد الحرام والتوسعات التي حدثت عليه حتى العصر الحالي أما المدينة المنورة فالحديث عنها يطول في الآثار الإسلامية فهي المنطقة التي انطلقت منها نواة الدولة الإسلامية وتضم العديد من الآثار التي تشهد هذه المرحلة المهمة ويأتي في مقدمتها المسجد النبوي الشريف المسجد الذي أسسه الرسول طبيعي أن المساجد الإسلامية سنجدها من أهم الآثار التي تعبر عن العصر الإسلامي فحيثما وجد المسلمون وجدت المساجد بل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أسس المسجد قبل حتى أن يؤسس دولته في المدينة في طريقه إلى الهجرة أثناء وصوله إلى منطقة قباء ولا يزال مسجد قباء حتى الآن موجود بقرب المدينة المنورة ثم أسس الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي التطورات العمرانية التي يشهدها الحرمين الشريفين المسجد الحرام والمسجد النبوي هي إنعكاس واضح للتطور الإنساني ودوره أو إنعكاسه على العمران إذن المسجد النبوي والمسجد الحرام هم في الواقع مثال حي للتطور الحضاري التي شهدته المنطقة والتي إنعكس في الصورة الجمالية التي نجدها الآن في تصميم المعماري الفريد لهذه المساجد على أي حال لم تكن المساجد فقط هي الآثار الباقية في المنطقة فهناك العديد من الآثار التي تعود للعصر الإسلامي فالمدينة مشهورة بالآطام والآطام هي الحصون العسكرية وتعود إلى العصور القديمة في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم يوجد 199 آطام استفاد منها الرسول صلى الله عليه وسلم في حروبه أو صراعه مع أعداء إضافة إلى الأربطة وغيرها من المنازل والأسواق والنقوش والكتابات المناطق المجاورة بالمدينة المنورة وتحديدا منطقة العلا تضم العديد أيضا من الآثار الإسلامية ولعل من أهم الأمثلة وهي شواهد سريعة لاستشهاد فيها فقط وليس للحصر مدينة الربذة الإسلامية والتي تعتبر تصميم فريد للمدينة في العصر الإسلامي المبكر وبها عدد من الآبار والمساجد منها مسجد أبو ذر الغفاري رحمه الله ورضي الله عنه الذي عاش في هذه المدينة من الغرب إلى الجنوب الجنوب طبعا منطقة مليئة بالآثار التي تبدأ من أقدم العصور وحتى العصر الحالي وكانت الفترة الإسلامية هي من الفترات التي شهدت حراك مهم في منطقة الجنوب ولا يتسع المجال لذكر كل الآثار الإسلامية الموجودة في منطقة الجنوب فعلى سبيل المثال منطقة عسير تضم عدد من الآثار والبقايا العمرانية التي شهدت حراك خلال الفترة الإسلامية على اعتبار أن هذه المنطقة الجنوبية كانت منطقة مهمة لتحرك القوافل التجارية فنجد هناك موقع جرش نجد مثلا موقع بيشة نجد ديار بنات حرب هذه كلها من المناطق الموجودة في منطقة عسير أما في نجران فهناك أيضا العديد من الآثار ولعله على سبيل المثال أقدم نقش وجد في المنطقة يعود لسنة 40 هجرية 40 هجرية وجد نقش يعود لتلك الفترة الإسلامية في منطقة نجران أما منطقة جازان فأيضا يوجد بها عدد كبير من الآثار الإسلامية منها مدينة عثر الإسلامية من الجنوب إلى الشمال وعندما نقول شمال أرض المملكة العربية السعودية أول ما يأتي في الذهن درب زبيدة طريق الحج الكوفي والذي كان على نفقة السيدة زبيدة زوجة الخليفة هارون الرشيد وهذا يؤكد دور المرأة العربية الهاشمية في التطور الحضاري فسيدة زبيدة صرفت العديد من الأموال لإنشاء هذا الدرب وحقيقة درب زبيدة يمثل جانب اهتمام الحضارة الإسلامية برعاياها في جانب السفر والتنقلات فكان هذا الدرب مصمم لراحة المسافرين وتنقلاتهم أثناء خروجهم من العراق حتى وصولهم إلى المكة لأداء فريضة الحج والعمرة ويمتاز هذا الطريق الذي شهد عدد كبير من التحسينات على مرات طويلة بتصميم الفريد في محطات القوافل في الآبار الموجودة التي تضمن راحة المسافرين وأمانهم أثناء التنقلات طبعا الآثار في منطقة الشمال كثيرة جدا فالمنطقة مهمة جدا كما ذكرت في التنقلات في تنقلات القوافل التجارية إضافة إلى أن وفود الحج الحجاج كانت تأتي من كل مكان عن طريق الشمال ومن الشواهد الدالة على ذلك في مدينة الجوف مسجد عمر بن الخطاب والذي يمثل أقدم المساجد أقدم تصميم للمساجد في العصور الإسلامية المبكرة من الشمال إلى الشرق وفي المنطقة الشرقية أيضا عدد كبير من الآثار الإسلامية ولعلها من أهمها منطقة جواثة التي شهدت تأسيس مسجد عن طريق بن عبد القيس الذين أسسوا هذا المسجد وأقاموا فيه ثاني خطبة في الإسلام بعد المسجد النبوي وذلك في العام السابع الهجري بعد وفادتهم على الرسول صلى الله عليه وسلم ودخولهم في الإسلام أيضا توجد قلعة تاروت وتوجد دارين ويوجد ميناء العقير ما يميز المنطقة الشرقية حقيقة أن الآثار الموجودة فيها تمثل دور المنطقة في الحراك الاقتصادي عن طريق التجارة البحرية فالموانئ البحرية هي آثار لتعبر عن دور المنطقة في خدمة الاقتصاد وفي الحراك الاقتصادي في نقل البضائع من الشرق إلى الغرب ومن الغرب إلى الشرق عن طريق الموانئ البحرية أما وسط الجزيرة فلم تكن معزولة عن هذا الحراك كما يعتقد البعض بالعكس كان لابد للقوافل التي تنتقل من الشرق إلى الغرب سواء كانت للحج أو للتجارة أن تمر بوسط الجزيرة العربية وهناك العديد من الشواهد وعديد من الحفريات التي أكدت على وجود الآثار التي تعود إلى عصور عديدة ومنها العصر الإسلامي لا يتسع المجال لذكرها كلها منها على سبيل المثال في منطقة القصيم قصر مارد الذي بيّن تصميم العمارة الإسلامية لهذا القصر إذن الآثار التي ذكرناها على عجالة تتنوع بين آثار تنتمي للمناطق الساحلية آثار في المناطق الجبلية وتكيفت مع طبيعة المنطقة الجبلية آثار متنوعة تعبر عن الجانب الديني والهوية الدينية إضافة إلى قطع الحلي والزينة والفخار وغيرها والتي تدل على وجود صناعات متقدمة في تلك الفترة المهمة فترة العصر الإسلامي وما هذا العصر إلا حلقة من ضمن حلقات التطور الحضاري لماذا لا بد أن نحافظ على هذه الآثار لماذا لا بد أن نعرف هذه الآثار لأنها جزء أساسي من جذورنا وهويتنا الوطنية فالحفاظ عليها مطلب أساسي للاعتزاز بالوطنية والفخر بهذا التاريخ وهذا الإرث الحضاري كيف وما هو السبيل لاستثمار هذه الآثار طبعا يبدأ هذا بعدة إجراءات منها تحديد المعايير العالمية لتصنيف الآثار وتسجيلها وتوثيقها ثم تقييم كل موقع ومعرفة مدى ما هو عليه والمحاولة الحفاظ على ما تبقى منه من العوامل الطبيعية أو حتى من الاعتداءات البشرية إضافة إلى إدارة الآثار بشكل علمي بشكل مدروس وفق خطط تنموية إما عن طريق الأبحاث النظرية التي تقدم من المؤرخين والأثريين أو عن طريق المشاريع التنموية السياحية باستثمار هذه المناطق سياحيا والترويج لها بما يعزز قيمتها وأهميتها عند المواطنين ويؤكد على دور أرض المملكة حضاريا لدى السائح من خارج المملكة إضافة إلى أهمية نشر الوعي المجتمعي بقيمة هذه الآثار وضرورة المحافظة عليها كونها تمثل إرث المملكة الحضاري فيجب على المواطنين حمايتها من الأيدي العابثة والتبليغ في حال وجدوا أو عثروا على سبيل الصدفة أو في حوزتهم أي من الآثار وتسليمها للجهات المسؤولة لاستثمارها بشكل جيد ختاما أتوجه بالشكر لجامعة الملك خالد على إتاحتها الفرصة للمشاركة في هذا المقرر المهم مقرر المواطنة نسأل الله أن ينفع بنا البلاد والعباد